مع بدء الحملة العسكرية من قبل الجيش السوري على مدينة حلب تسارعت التطورات على الأرض الولايات المتحدة توافق على إرسال أسلحة للمعارضة والدفع الأولى من الأسلحة وصلت وتتضمن بحسب وكالة الاستخبارات الأمريكية أسلحة مضادة للدبابات بينما لم تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتشير المعطيات أيضا إلى أن الحدود التركية السورية هي الممر لدخول هذه الأسلحة وكانت تسريبات نقلتها صحف غربية قالت أن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس طلب تزويد قوته بمئة منظومة صواريخ محمولة مضادة للطائرات إضافة إلى مئتي صاروخ من نوع كونكورس المضاد للدبابات وثلاثمائة ألف رصاصة لبندقية لكلاشنكوف وخمسين ألف رصاصة للرشاشات الثقيلة ومئة ألف رصاصة للأسلحة الخفيفة هذه التحركات قابلها إعلان أمريكي عن احتمال فرض منطقة حضر جوي في سوريا مركزها الحدود السورية الأردنية وحال فرضها ستكون محدودة من ناحية الزمن والمساحة ويقوم الحضر الجوي على منع تحليق القوات الجوية السورية في أجواء المنطقة ما يمهد لقوات أخرى بالتحرك في الأجواء على حساب صاحب الأرض